نعم هذا نتيجة للتوقيت لتوقيت هذا الأعلان كان يمكن أن يأتي في هذا الوقت السيء بالنسبة لبايدن هؤلاء الذين يضعون الأموال في جيوبهم وصلوا إلى النقطة حيث عليهم أن يختاروا بين ملء براميلهم أو خزاناتهم من الوقود أو أن يذهبوا ليشتروا الغداء بسبب هذه الأزمات والأسعار المتصاعدة بينما تختفي المؤنن سنرى المزيد من ارتفاع الأسعار بالأمس فقط أسعار الوقود بدأت بالصعود مرة أخرى ما أراه في بعض قنوات التلفزيون أرى شعورا بأزمة بدأت تؤثر على الناس بحياتهم اليومية وهذا هو نتيجة لما نراه من تضخم ومن ارتفاع أسعار الطاقة أسعار الغداء الوقود والغاز صناعة الوقود والغاز تؤثر على كل بظاهر الحضارة حتى الطعام حتى أسمدت الزراعة سمي أي شيء تريد ولا يوجد هناك أي فترة انتقالية هذه الفكرة حتى فكرة التغير المناخي التي تحدث عنها ربما هي فكرة جيدة ولكن لم يكن هناك انتقال فترة انتقال من الغاز والوقود إلى الطاقة النظيفة ومعظم الناس ليستطيعون شراء السيارات الكهربائية وعندما أفكر كم يمكن أن يستغرق الأمر من أجل أن تقوم باستبدال هذه الطريقة من الطاقة يمكن أن يكون هذا غير ممكن فبوجود هذه الطاقة المنخفضة يتطلب منك الأمر يومين كاملين من أجل أن تقوم بشحن سيار كهربائية لا تستطيع انتظر كل هذا الوقت ويجب أن يكون هناك طريقة أخرى لدفع ثمن هذا الكهرباء من بيوتهم من أجل أن يقوموا بشحن سيارتهم ولكن هذا يكون ممنوعا بحيث أنه يمكن أن يؤثر على شبكة كهرباء وما الذي يؤثر على شبكة الكهرباء الفحم والوقود وإذا ما كان لدينا مثل هذا النظام الذي يتأثر بهذه الشكل السيء نحن بحاجة إلى خيارات لدينا الكثير من المشاكل الداخلية بحاجة تساءل الناس لماذا لماذا علينا أن نتجه إلى طاقة في مكان آخر بينما لدينا هنا طاقة نستطيع أن نستخدمها وأن يكون لدينا هذه السياسة النظيفة نعم يمكن أن نتجه سعودية العربية إلى فنزويلا نيكراك وإيران لماذا علينا أن نذهب إليهم أجل ما تكون لدينا الإمكانية هنا في الداخل قبل سنتين كان هناك استقلال بالطاقة ولكن الأمر لم يعد كذلك ربما هذا بسبب بسبب فوضى التي خلقها الديمقراطيون وهذه عدم الاستقرار هذا هم يريدوا أن يكون لديهم السيطرة من أجل أن يجعلوا الناس أكثر اعتمادي عليهم هم يريدوا أن يبقوا في القوة ولكنهم لم يحسنوا أي شيء في البلد والناس بدأوا بالتشكي من هذا الأمر وهذا الأمر لا يتعلق فقط أنا لا يتعلق بي أنا فقط لأنني لا أحب ما يقوم به بايدن ولكن الكثير من الناس بدأوا بالتطايق بما يقوم به بايدن منذ أن أتى إلى الإدارة ورأينا الأسعار ترتفع التضخم الفوضى الفوضى عبر البحار والفوضى في بلدنا الهجرة غير المحدودة وتحشيد أو تهيئة الجيش ربما لحرب على الحدود أعتقد أن هذا الجنون هذه سياسة الجنون التي نراها الآن موجودة وما يشغلون هنا أنه علينا تغييرا نعمل على تغيير ما نعم نبدأ بالكونغرس ثم بعد ذلك ننظر إلى 2024 والانتخابات الرئاسية من أجل خلق مثل هذا التغيير الضروري من أجل أن نجعل من الأمور أفضل مما كانت وهذه الإدارات التي كانت يجب أن تقوم بتحسين الأمور تحسين أوضاع الناس تحمي الناس لدينا جريمة أصبحت خارج السيطرة الناس بدأوا يشعلون بالخوف من أن يمشوا في الشوارع هذه حقيقة هذا واقع أنا لا أتحدث شيء غير الواقع وهذا هو ما يشغل الناس وهذا ما يجب أن يصوتوا من أجله أو يصوتوا لأجله يجب أن نرى تغييرا سياسيا نعم الناس بدأوا بشعور بحرب والطريقة التي تقوم بها إدارة بايدن بالإدارة المحلية بدأنا نرى فوضى من أجل فقط أن يوجه عنظره إلى العراقات الخارجية والسياسة الخارجية ولكنها تؤثر على بلده وهذا ما علينا أن نتعامل معه وسيأخذ الكهير من الوقت من أجل القيام بهذا الأمر ولكنني أمل أن الوقت لم يعود متأخرا